فير بلاي منها تعدادات لفظية قالوا في البيان على الرئيس النادي وكذلك صرفات مشينة وجهه رئيس وايضا يمكن تصل القضية حتى للقضاء على كل انتصلنا بفارة بن حمزة رئيس نادي حملا في اللي عنده ما يوضح بقصوص الموضوع ايه محمدا من الاجباء نفضل للاسبب تأديبية طبعا مش نحلوه على مسل تأديب واخرزنا فيه قرار بيخافوا عن نشاط التاو ازاف الاجتماع واخرز على الموضوع ومعتها وطلب طلبات اللي هي ماشي معقولة ورفضنا احنا كهيئة رهيئة مديرة بعد الاستماع ورفضنا وننتصر واختينا فيه قرار مش نحلوه على مسل تأديب وشنا لا تعلمش فيه في المجلس وشناك فيه قرارات مبدئيا خارج المجموعة وناجم يكون من خطس الخلوش وقوم معه بالاجراءات القانونية اللي يجب على خطر هو نادي حسالو برشا فلوس عبدو برشا مستحق برشا فلوس عبدو برشا برشا فلوس عبدو برشا برشا فلوس عبدو برشا واختيناه بتثقى في المنحة متاعه كبيرة برشا باش خلص بها اتحاد من جردان باش خرج من اتحاد من جردان واختيناه اللي سهل امتاعهم هم المجموعة لانك يفوقناه وعنده مبلغ كبير يجمو رجع النادي وثانيا هو العقدة بتاعه مزاج يمتد حتى الموسم القادم هو جاء اطلب مننا بس نعطيه هوراقه بلغة احنا ما توقفناه الاشكا وكي قلناه اللي الموضوع ما نجمش يكونوا وانتي برشا فلوس وكذا اخرج على الموضوع وتصرف تصرفات غير لاق هذا كاليس جلس نوان نسلمه بس نخرجوهم المدوعة ونشاروه على المستعديد واش ناخد فيها قرارات جده قرارات كبيرة برشا معانتها لتنجم قراراتها تنجم تخوض نخطر نسلمه حتى ينجم نسلمه حتى قضيه عدلي قطر نسلمه حتى قصير ونقوله يا اختار والتهديد جهده وليهو صلوه انه مش يهدد ما انت هكذب في الشيبال بس الكنتران وح لان اسمه فقط لها هيقف حن لان اذا كان فارب الحمزة رئيس ندي حملا في احكي على وضعية اللعب محمد امين النفزي باش نكونوا موجودين معنا الاطراف اللي يتصلنا باللاعب محمد امين النفزي موجود معانا بالتريفون وعنده ما يعلق بخصوص الكلام هذا محمد أمين أهلا بك أهوا شام أمين مرحبا بك ومرحبا بك شائحين شامسين ش Phillstone شنين الأمور يا أخي والله السبع الحمدود الحمد لله ليس حمد الله بارشك هل يشاهد بعضها على يمات لا 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 ليس شاهد بعضها بوعنا الحقيقة شبتنا الرديك اللي بوعنا الحقيقة البرح شبتنا الرديك اللي أمين الزمد يتعاد على رئيس نادي وزيد وممطان يحرف باللاعبين وعديها شبت حاجات وعمل كل شيء. مش مشكلة هذا كله يفقد عادي معنا يا تذكورة. بالنسبة في بلادي ينا بالنسبة لينا عادي عاد أخر متوقع كل شيء. بو سيتيازيون كانت بالضبط معنا يا تصل بيه في إسكندر بركاتي نهار الجماعة. بعث لي كونفوكاسيون تعلن دي معنا يا مش لمشي نترينا إن شاء الله ونكون حاضر. مع هذا الكل معنا يا تذكورة قال ليينا نهار السلكيزي نكون عانا ريناو مع سيل فاضل ومع معنا يا الهيطة المديرة. اتصلت بيه ومشيت وكنت حاضر في دينيو. بعد هذا الكل معنا يا كمنا ريناو كنت في برشا ضحف وبرشا سيديك وكننا حاتين الديبوان معنا يا البروغرام معنا يا تش منعوا الجماعية بيعنا ونشكونوا حاضرين وخاص طنقه فيزيك ما وكننا نحكي وبرشا خاجت معنا يا تبع أخر. من بعد يعني قاعدتنا وزوز لاعبين أخرين هما جانب وكل شي قاعدتنا نحكي ومعنا يا فا ما شكونت حال يحكي معنا سيل فاضل المشاكل بالسونيل. وقاعدتنا نستنى باش نتصل الوضعية بسيل فاضل. ومعنا يا كان باتتخفى سيل فاضل في الوقت ذلك ما حابش يحكي معايا معنا يا قال اللي هو معنا يا مش حابش يحكي معايا طوى يحكي معايا على اخر. باتتخفى سيتياثون بتاعي كانت شوية سيرة معنى عندي مشاكل وكل شي. حابيت انو نوضح له كل شي بتاخده فهمنيش. صار توقتي فيهم عادي معناها. باتتخفى معناها ما صارش معناها طلة أدب ولا ألفاظ خايبة ولا. معناها صار يمكن حسك بي راعيات كبما قولوا احنا. ومبعديك انا روحتنا رايروخي حتيش اللي نهار لاحظت نلقى لينا. ولو انو في الباليغ غامين قلق دا اتلفيه معنا يا قلت له كلام خايب معنا. لا انا كان قلت كلام خايب معنا. معنا يا تشوف مش قلت حاجة. في الفاضل راني انا انا ويها تحبرت. معنا يا اكتر من خوية وكل شي ووصلت حتى انا اللي مشيته مع الجمهور بش رجعته. وفضلت الفاضل ارجع معنا تلهابين انتي. وبرت حاجات اكتر. معنا يا العالقة متاعي انا ويها اكتر منها حابة اكتر منها كورة. معنا يا. من قبل مليانة كنت في الفيرانش مني برشة حاجة. نحب ان نتفصل حاجة. بالنسبة للفلوس الامور المادئية. انا كانت عندي مشكل مع استحار بن جدين. ومنو ظهر لي المشكلة لنشكل تونس كل داع رسالي. انا كنت مطالب بش ندفع. انا بحاجة احطى الورقة مطالبة بش ندفع حاجة لدينار اللي في حاجة بن جدين. انتم سنت بتي وجيه وحطيتهم انتصار مع سيعادل وعطوها وجيه الجارية. اي اي اي. وعطوها الشيكات بش خرجة الريزيلية الصندو كنتران. بتيعية ووجيه. ماعنا يا الفلوس اخذيهم واجيه جويل لديحد بن جبدين. اي اي اخذيهم بتي وجيه للديحد بن جبدين. وف. معنا يا اعطوهم يعني الشيكات بش خذيهم الرجليات. خاطر بالمناسبة خاطر سواجيه هو اللي يجيبني من ثلاث جادتون في الاتحاد بنجردين من بعدك معنى عندي حتى مشكل انه عندي مشاكل في مزيزة معنى دي السالير مخيفهمش انه ديزاء قبل بنهابيين حكيتينه وتلطاغل وتفهمتينه وياه باش ناخد منهم معنى رفلوس وكل شيء من بعدك بانكي شفت ان الوضعية مهيش لحقيقة معنى شفت ان الوضعية في حميمنا مهي صعيبة برشة لحقيقة صعيبة مهمت اذا مقوش هم يحاولوا يوفروا بالامكانيات المتاعي حميمنا مش بشوصوا معنى الحقيقة معنى الامكانيات يتمسل كل بلوتوه اما طوى في حميمنا في وضعية صعيبة برشة ما بتانا قلت اخويا مثالك نمشي على روحي اعملوا لي معنى الاحساب المتاعي اعملوا لي الاحساب المتاعي قدرش انا كان انا عندي بزيز ديز معنى في حق النادي لانه عنده فهم حق انتاع النادي عندي تور رجعه وكان انا عندي حق تانا اخوه مهم اشقالوا لك وانا غادر معنى هل ندرياضي بحميم انا بطلع معنىها بكل تربية مارا انا كان قالوا لي لي انا لازم ينطبع خمسين الف دينار باش نخرج من حميم اخي انا قلت معنى كيفاش معنى اسكم عقولنا نلعب نلعب معاكم بماتش مالية تجي تقولي اطبع خمسين الف دينار معنى هذي سؤلت فيهم على شن هو الشار ومن بعديك حتى تصلوا بي الشرطة العدلية ومشيت يوم ووصلت القذاة صحيح والله ما عندي حتى فكرة أنا مشيت يوم للشرطة العدلية ومشيت للرئيس الفرقة وبالمنسبة وجهانه تحية خطر كان معايا بيه برشا ومتواضع برشا وحكي معايا بتربية وأخلاق برشا وحتى سيلفاة اللي كان موجود وقال له روي حبك برشا وما عادش حاوله شن هو اللي سار هو قالوا لي تم استصلوا بيك روحت علي روحي اليوم مشيت لثمارين ما هو السعر في أمين أمين نحن قلونا نصر الثمارين ما هو السعر في الشرطة العدلية ما هو حكيو معاك على شن هو نهزوك على شن هو عايتولك بالضبط والله هو عايتلي ما لحقيقة عايتولي طلبوني ينهارت ثبت بعد ما روحت معنى ما عايتش اليوم كي مشيت قالوا لي ما هو مشكلتك أنت وثيل فاضل لما روما عندي حتى مشكل أنا وثيل فاضل ما هو المشكلة قالوا لي ها كنتي تعايت وتهدد قلت لهم بيس نعايت ونهدد قلت لهم روما عندي أنا طلبت معنى حقي معنى كلاعب كرة قدام واحد يطلب حقه طلب حقه يلقى يروح وخذيه بشرة العدلية ما شكيبئك معنى سيفا فضا؟ حاكلوا أنا مشيت اليوم من التمارين تم مرعي من التمارين قلت لهم أنا بيش نبعد عظم طيب أعطيوني ورقة لانتوما منعطوني من التمارين ماذا؟ هذا من حقي معنى بعدك ما أعطونيش ورقة عملت الزامي للدفيد وروحت على روحي معنى ما صار حتى شي جبت عادل منفذ عينت منعك ولا حاجة لا 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 حقيقة أنا بش نقول حاجة عملمت معنى هي معنى أول جمعية بديتها معنى الأم الجمعية الأم لا بش نستظهر بعادل منفذ ولا بش نستظهر بحتى شي أنا حتى كانت الفاضل في حواياة معطية معنى ما عندي حتى مشكلة أنا جمعيتي أما شيخ واحد جدا يخدم على روحه لازم يلقى الفامة المنموم لازم يلقاه أنا عندي مشكل معنى هاك يجيك مكتعة يجيك كري الدار يجيك فلوس بيش تصرف بيش تعمل هذا واحد ما هوش معنى يخدم كراتويتمون أنا نخدم فوقيه معنى هذي مئتيه معنى فما برشنيتش بينهم هياة أنا هذي راهي مئتيه أنا عمري عمر جوه رقصي يخدم معنى روحه ومبعديك يقصد ربي معنى يشد ثنية أخرى الله وعلم كل واحد شنوه ربي كاتبه آآ اليوم احنا في بالحق معنى بالحق سيتياتيون سنجم تخول كاتاستروفيك بخلاف الجود أندي يا كبارة سيتياتيون كاتاستروفيك لازم يلقاه حل مانيش عارب شنوه الحل أنا اليوم طالبت بحقي هاني نلقى روحي قدام الشرطة العادلية هاني طاوم زيد من طالب حتى كنت تنفضل يضمع فيها يا أخويا أنا كان عندكم حق عندي وانا ماخو بالزيد انا الرجع وانغراد الريدرياضي بيحاملنا كانت حبني نقعد وما عندي حتى مشكل على رأسي وعيني وما عندي حتى مشكل وان شاء الله نعمل له ماكسيمون بشحة من المطقة الناسيونال أنا والجروب الكل وكان أنا طاولت كيف ما قال هو وخرجت على الموضوع يسامحني يوراني غلط وحسبني كي ولدك وغلطت وما عندي حتى مشكل أما بالنسبة لي أنا نحرض في اللاعبين ونحرض ونعمل أنا بالنسبة لي الفعض اللي كان يطلبني وحذر منها جيت منها معناه بشأن اليوم يمشي نحرض السحابي دي جاء السحابي ما هم شدغاء اللي يعرفوا ما هو يصلح بهم ومعناه وحسبيني كي يخوهم الكبير ما عندي معاهم حتى مشكلة لغا مني أنا صغير صغير اللي عم هرا مني حسبيني كي يخوهم الكبير واضح وهذا هو الموضوع الكل هاتيك ساحة مين ان شاء الله تتفضل الوضعية بينك وبيناندي حامل اما ما تصلش لأمور القضاء كما كنت تحكيين مهما تكون الأسباب ان شاء الله في قادم الأيام تتفضل مشكلة هذي على كل هكا نوصل